أغنية عمار حسن يا ديرة أهلي طبعا هي أضيفت لإلها العديد من المؤثرات الصوتية أكيد طبعا ولكن المؤثرات الصوتية داوما تزيد من جمالية العمل من جمالية المسلسلات والأفلام والأغاني وكل ما تستخدم إلو وممكن إحنا ما كنا ننتبه كتير على هذه الشغلات يعني أنا كنت مرات أفكر هذا الأشي فعلا حقيقي يعني أنه هذا الصوت طالع فعلا من هذا المشهد أو من هذا المقطع ولكن هو بتكون أشياء في الكواليس عظيمة وبطاعة الواقعية للأغنية أو المشهد لكن دعونا الآن نتحدث عن كيفية صناعة المؤثرات الصوتية مع ضيفنا مهيوب هرشي وهو صانع مؤثرات صوتية أهله سهلا فيك سيد صباحك سيد صباح جميع المتابعين والمتابعات ياها لا تحياتي يعني لو تعرفنا عليك أكتر مهيوب أنا مهيوب هرشي عمري 24 سنة من زكا مليان طول كريم بالتحديد كرية كفين اللي تقع شمال المحافظة بداية أنا طالب في جامعة القدس المفتوحة درست باكالوريوس لغة إنجليزية ولكن اكتشفت أنه عندي موهبة في الإلكاء والإعلام وكل هاي الحكاية فبسنة ثالثة نصحني صديق أتوجه لهذا المجال فنصحنا في دوبلون هنا في مدينة لابلس واتجهت أن أخدته وقبل هيك اكتشفت الموهبة كنت في مكان العمل في مكان العمل كان هناك بركة مي موجودة فيها ضفاضع وأنا اتجهت إلى اللون الوثائكي واستخدمت هذا اللون اللي هي كانت نقطة انطلاق لهذا المجال يعني هي كانت عبارة عن أنك تقليد أصوات تقليد أصوات بعدين انتقلت للمؤثرات الصوتية خلينا نسمع شوي عن تقليد الأصوات للمعلقين على ناشية الجيوغرافيك تمام تستخدم الحيوانات ترسانة مسلحة إنه النص لازم نقلي عشان يارضيه كان لازم جبنالك النص صحيح طيب تمام مهيوب إحنا نحكي عن مؤثرات صوتية يمكن بأنواع مختلفة هل أنت درستها لحتى قدرت تتقنها ولا من خلال الخبرة والتجربة وإعادة التجربة أكثر من مرة من خلال الخبرة والتجربة علي عندي إطلاع كامل على هاي المجالات وبتابع المهندسين الصوت الأجانب وبكتبس منهم هاي الشغلات رائع تبع حلو لو نحكي عن المؤثرات الصوتية اللي بتصير بالأفلام كيف بلشت فيها هل كان في عندك فضول معين بأفلام في مسلسلات كنت تتساءل دوما عن هذا الشيء ولا أنت كنت متأثر في شخص معين حاولت أنك أنت تتجاه إلى هذا الفن تقليدا أو يعني هو نوع من الشغف والحب لهذا المجال أثناء تصفوا على الفيسبوك واليوتيوب بتشاهد يعني بعض من هاي المؤثرات فقلت خلينا أجرب وهذا المجال يعني تقريبا هنا ما حدا اشتغلوه كنت خلينا أجرب وطبقت صوت الحصان في الأفلام ونشرت الفيديو على الفيسبوك ولاك نتائج وإيجابيات كثير منها وتفاعل قوي فنصحوني أني أنا أكمل في هذا المجال وبالحلقات الجاي على الفيسبوك بدي أنشر عن تقليد الزومبي كيف تم صناعة أصوات الزومبي وشو بنقدر ننشر بهذا المجال بننشر أنا شفت لك فيديو كمان لصوت الفرس يعني مقلده أو أنت اللي أضفت المؤثر الصوتي من خلال ضرب إيديك على الأرض صوت الفرس يتم صناعته بثلاث مراحل في منهم بيجيبوا حبة جوز الهند بيكسموها بالنصف وبصير يضرب فيها على الأرض هاي مرحلة الجري مشان يطلع الصوت الثاني بيجيب قطع حديد اللي هي بتكون زي السرج بيعمل تأثيرات فيهن والمرحلة الثالثة اللي هو صوت النفس صوت النفس جري الحصان كلياتهن بيشتغلهم مع بعض بهندسهم بيعملهم ميكساج وبين نتيجة نهائية بيدمجوهم مع بعض بيدمجوهم مع بعض وكله شغل ميكساج نعم أنا كمان خطر بالي شغلي إنه يمكن الإنسان عفويا بيعمل حركات بتطلع صوت صحيح طبيعي مثل نسمعه بأي وقت أو بأي مشهد هاي بدها رديها بدها تعديل هل هي بحاجة لتعديل هل إحنا ما منقدر نستخدم هذا المؤثر الصوتي خامل اللي إحنا عملناه بإيدنا أو من خلال حركة معينة في أصوات بتستخدميها كخامة كخامة أساسية وفي أصوات تحتاج إلى تعديل يعني مثلا صوت النفس يحتاج إلى بعض التعديل أصوات الديناسورات التيريكس تحتاج إلى أكثر من خمس أصوات إحنا هون عم نشوف على الشاشة اللي هي المراحل التلاتة اللي عملتها حتى يطلع عنا صوت الفرس صحيح صحيح طب حلو منشوف أنه كأنه في عندك في البيت استوديو صحيح طب اللي أنا حابة أعرفه أنه كيف عملت هذا الاستوديو كيف تعلمت على أنك تشتغل على هاي البرامج يعني بتابعة اليوتيوب أول عام تحت على معاهد أو أشي زيك وكل يات واجتهاد شخصي بمساعدة الأصدقاء على الفيسبوك من موزعين موسيقية ومهندسين صوت كل ياتهم يعني الأمانة ما حدك أسر طب الاستوديو اللي موجود عندك في البيت لوين حابب توصله لوين مهيوب أنت أصلاً لوين حابب توصل شو حلمك؟ طموح كبير أصير بالرديوسر كبير منتجة أفلام منتجة مؤثرات صوتية يعني كعب أفكر حالياً في أنه أي مؤثر صوتي مثل فرقات الأصابع السحجات كلها تنهدوا لأعملهم مقاطع صغيرة وأنشرهم على اليوتيوب أو على الفيسبوك أنه أي شخص بده يحتاجهن يقدر يستخدمهن يعني مرجعية للأصوات صحيح هل أصبح حتى صناعة المؤثرات الصوتية بالنسبة لك مصدر دخل؟ يعني أنت عم بتبيع المتجات؟ في البداية لا كويس أوفر مبتدئ أيويس أوفر مبتدئ يواجه صعوبة ويحتاج إلى تسويق نفسه وأحياناً أنا أكون بأعمال مجانية لتسويق للذات يعني فيه فيديوهات موجودة لشركات معينة بسحب هاي الفيديوهات بحط بضيف عليها صوتي عشان أعمل ترويج لذاتي وفي المقابل في المراحل القادمة فيه فويس أوفر فاتحين إعيل من شغلهم يموّل بيت كامل بالفويس أوفر هي مهنة جميلة جداً طيب لو بدنا نحكي عن موهبتك ونحكي عن شغلك ودراستك يعني هل أنت حابب في حلمك اللي أنت حابب توصل له الحلم الكبير اللي حكيت عنه رح تتجه لمراكز معينة تساعدك على أنك أنت تنمي هاي الموهبة طبعاً ولا رح تبقى معتماد على أصدقائك وموهبتك الشخصية لا طبعاً رح يكون فيه مراكز تعلمية وأي مركز بفيدني أنا بتجهله أي مركز بقدمني المعلومة طبعاً كدهش إحنا بفلسطين عنا هاي المراكز وقدش هي موجودة فعلاً من ناحية دوبلاج تقريباً معدومة دوبلاج أصوات كرتون زي مركز الزهرة في سوريا معدوم من المرة ففي شركات إنتاج تكون بالإنتاج تحتاج أصوات تحتاجة ولكن الشركات الكبرى شركات احتكارية يعني الشركة الفلانية تسجل عند المعلق الصوت الفلاني فلاني لأنه معروف بدهاش واحد متدئ لتحتاج واحد براند نيم ظاهر في السوق فيواجه صعوب زي ما حكيت لك طيب خلينا نحكي شوي على موهبة الموجودة عندك لتقليد الأصوات وأدي دعمت وعززت من صناعة المؤثرات الصوتية أدي شغلتين كملوا بعض وساعدوك لحتى تكون قادر أنك أنت توصل إبداعاتك شغلتين مكملات لبعض التعليق الصوتي والمؤثرات الصوتية وعالم الكرتون والإنتاج السينماية كلها تهم مكملين لبعض يعني الفويس أوفر يمتلك مواهب تقليد أصوات كارتون وتقليد شغلات كتير حلوة لكن يمكن بحاجة أنه يكون عندك استوديو بالبيت مثل اللي شفنا هو بحاجة دائمة لتطوير لمعدات وأجهزة بجودة عالية جدا لحتى أنت تقدر تعدل هذا المؤثر الصوتي اللي أنت تجده كما شفت على اليوتيوب في استوديوهات ضخمة كد الاستوديوهات كامل بيكون داخل الاستوديو موجود كل المواد اللي بيشتر عليها الأرضية كيف يتم صناعة صوت الماء عنده بركة مي بيدير وبعمل اللي بدو إياه فيها أصوات حديدة حبوب أي شيء كل جميع أنواع المؤثرات اللي بتخطر في بالك يتم صناعتها استوديوهات مساحتها ضخمة جدا ومعدات فخمة جدا طب في مشوارك اللي حابة بتكمله حابة بتركز أكتر على المؤثرات الصوتية ولا تقليد الأصوات يعني أنت نعمين بتحس حالك ميال أكتر الجميع بدأ أجمع كلياتهم مع بعض بدأ أدمج بين التنين بدأ أدمج بين التنين يعني يكون عندي جانب في الفويس أوفر بنمي بصحة اللي شغل باشتغل في المؤثرات الصوتية عادي كبردو باشتغل بدميجين كلياتهم مع بعض نعم لكن كيف أنت بتقيم مستوى عندنا إنتاج وصناعة المؤثرات الصوتية بفلسطين هل فيه إمكانية للتطوير هل فيه إمكانية لأنه إحنا نستعين بهاي المؤثرات الصوتية اللي بينتجها مهيوبة على سبيل المثال لحتى تكون موجودة بالدراما والأفلام عندنا ونزيد من جودتها زي ما حكيت لك هو بحاجة لتصويق ذاتي أكثر نعم يعني بحاجة لأنه أنا الناس تعرف بي أكثر وإن أنا اليوم من خلال فضائيتكم إن شاء الله أنا الناس رح تعرف بي ووجه تحيي للمخرج بشار النجار وأكيد رح يكون داعم ومستقبل لهذه المؤثرات وهذه الموهبات وأكيد سامعنا ونجهر تحييك تكلمين